ولكن طبعا البركات اللي منجنيها من ما اكثرها تفضل يعني لو حبينا نسرت بعض وجانب انها هي فيه مش اقل من 14 بركة لكن سأذكر بعضها تفضل غفران الخطايا لم يقول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا فكيف تتم غفران الخطايا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى اذا ان احنا محتاجين وليس دم ذبيحة لا دم ذبيحة ده كان مجرد زي كروت الاقتمان حتة بلاستيكة لا قيمة لها فيها ذاتها لكن قيمتها في رصيدها اللي موجود في البنك هكذا الذبيحة الحيوانية لا قيمة في ذاتها لكن قيمتها انها تشير الى ذلك الشخص الذي ارتضى في ملء الزمان ان يقدم نفسه وينبغي ان تقدم بالايمان لان الرب نفسه في الكتاب في العهد القديم يعني بما اتقدم الى الاله العلي يعني حتى الذبائح ما كانت ترضي الله اذا مش مقدم بالايمان مطلوب الايمان وبعدين في نور العهد الجديد عرفنا انها مش هي دي في ذاتها لها اي قيمة تكفيري لا يمكن ان دم ثيران وجاب لك الحيوان الكبير او اللي هو التور لا يمكن ان دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لا يمكن ليه لان الحيوان قيمته محدودة عنده نفسه مش خالدة لكن الانسان ليه نفس خالدة فلا يمكن ان الاقل يفدي او يكفر او يغطي الاكبر ما ينفعش دي باركة من ضمن البركات لكن ليست البركة الوحيدة مثلا في الاتجاه ذاته يقول لنا في رؤية واحد عدد اربع وخمسة غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله ابيه واطلاحظ هنا فيه سلبي وايجابي السلبي غسلنا من خطايانا بدمه الدم ساطر كل ماضينا الكئيم وجعلنا في منتهى الرفع والسمو ملوك وكهنة لله ابيه دي واحدة ثانية من ضمن البركات اللي لنا في دم المسيح اذا حبينا نقول له حاجة تانية صلح لما يقول لنا عاملنا الصلحة بدم صليبي احنا كنا في عدوة مع الله وكنا في عدوة بعضنا مع بعض يعني تكوين تلاتة الانسان خالف كلام الله تكوين اربعة اتى لأخوه فاحنا كنا في خصام وعداء مع الله ومع بعضنا البعض المسيح عمل ايه بدم الصليب صانع عن الصلح بدم صليبه فبرضو دي واحدة من ضمن البركات القرب نحن الذين كنا بعيدين ولا سيما باعتبرنا امم يعني في العهد القديم كان اليهود يبصوا للامم على انهم كلاب واحنا كنا كده بعيدين عن الرعوية والامتيازات القومية بس احنا اللي كنا بعيدين النهاردة صرنا قريبين بدم المسيح اي قرب لا نثقة بالدخول الى الاقداس بدمه اليهود ما كانش يدخل الاقداس ولا يدخل القدس واللي يدخل كان يموت في الحال احنا مش بندخل اقداس ارضية لكن بندخل الى ذات محضر الله الاقداس السماوية يعني مش مرة واحدة وانت على طول انت تقدر تعيش هناك في في قرب القلب المحبك و الجنب الجريح احنا احنا